يقترب باران ودلان من بعضهم البعض كل يوم مع ألعاب العامة بيريفان أصبح باران ودلان ثنائيا حقيقيا يمكنك أيضا التعبير عن آرائك بتعليقاتك كان مشهد استيقاظ باران ودلان معا من بين المشاهد المفضلة لدي حقيقة أن الاثنين يستيقظان وهما يعانقان بعضهم البعض وينظران إلى بعضهم البعض بهدوء عندما يستيقظان هو في الواقع مؤشر على مدى حدة مشاعرهما العيون هي دليل إنهم يكشفون عن أنقى نوايا القلب لعبت عامتنا بيريفان دورا في تنوير هذين الاثنين لقد أبتعدنا عن الفوضى وأذى آزاد وأذه لفترة من الوقت وتم الاستماع إلى آذاننا لكن القصر ظهر على الطريق مرة أخرى بمجرد أن وضعنا قدمنا في القصر بدأ الزوجان في أن يكون في مركز الأحداث أخذت الشرطة باران إلى مركز الشرطة قد يكون باران مسؤولا عن وفاة سيار بينما يلتقط العم حسن الكاميرا وتتحدث ديريا عن التعاون يقع هذان الشخصان باستمرار على أربع إذا تم إلقاء اللوم على باران فيبدو أن ديلان يواجه وقتا عصيبا مع أزاد المرأة مستعدة بالفعل لزعزعة السماوات والأرض إذا تم اتهام باران فسيتحول المسلسل إلى مسلسل هندي وسيقوم ديلان بجمع كل الأدلة لإخراجه أو الشيء التالي الذي نعرفه هو أن الأشرار قد يبتزون ديلان للكشف عن الأدلة التي بحوزتهم إذا غادرت المنزلة لقد رأينا بالفعل مشاهد خروج ديلان من المنزل وإهانة باران وعائلته إذن هذه سيناريوهات مألوفة دعونا نرى كيف ستسير الأمور في هذه السلسلة يقضي باران وديلان وقتا منتعا في المزرعة أثناء المشاهدة نحن لا نحسدهم أيضا يبدو باران وديلان كزوجين حقيقيين وذلك بفضل العمة بيريفان تعتقد العمة بيريفان أن ديلان وبران منزعجان لديه فيكره لتوحيد الزوجين إنه يبقي الثنائية قريبين من بعضهم البعض من خلال جعلهما يقومان بالعمل باستمرار الثنائي يقضي وقتا رائعا يضع باران قبلة صغيرة على خدود ديلان حتى لو لم تكن أزاد هي نفسها فإن لغتها موجودة في كل مكان بينما تريد أن يكون باران سعيدا فإن همها الوحيدة هو ديلان حتى بيريفان يعرف جيدا نوع شخصية أزاد يلقى القدر القبض على فرات مع ابنته بول سيكون القدر مستاء جدا من هذا الموقف على الرغم من أنه أخبر أبنته أنه تم استغلالها دعونا نرى ما إذا كان يستطيع إبعاد ابنته عن فرات تشبه ديلان والدة باران أي تن بالحجاب الذي قدمته بيريفان باران معجب جدا لدرجة أنه لا يستطيع النظر إلى وجه ديلان نجحت خطة بيريفان أخيرا وينام ديلان وباران على نفس الوسادة تم إطلاق النار على ديلان صاح باران باسم ديلان يبدو أن أزهار الدم حامل بلحظات لا تنسى مرة أخرى تم إطلاق النار على ديلان وهو ليس مجرد إطلاق نار من هذا القبيل سوف ينتشر العقل الباطن والصدمة التي يعاني منها باران في كل مكان أصبحت حقيقة أن ديلان سيواجه نفس النهاية التي عاشتها والدته كابوسا لباران أخيرا صرخ باران باسم ديلان صرخ باران بصوت عال بسبب عدم قدرته على نطق اسم ديلان دعونا نرى كيف ستتطور الأمور من الآن فصاعدا قبل مشهد إطلاق النار استمر الاثنان في تقديم الوعود لبعضهما البعض الآن سيواجه باران احتمال رحيل ديلان بينما بدأ باران في الارتباط بديلان نأمل أن يؤدي خوفه من فقدانها إلى تسريع اعترافه بالحب في المستقبل إذا انتهت الحلقة القادمة بهذا الشكل فمن يعلم كيف ستكون نهاية الموسم بادئ ذي بد لنفترض أن الحلقات الساخنة بدأت تحدث تصرف باران بشكل غير مخطط له وسقط في أيدي الأشرار لسبب ما عندما يقول باران ديلان يتوقف تدفق المياه ويتوقف عقله عن العمل في مثل هذه المواقف يكون ديلان أكثر مرونة ويقظة يبدو الأمر وكأن باران قد تم القبض عليه فقط لدعم ديلان باران يشعر بالذنب نظرا لأنه لم يعقد صفقة فقد حاولوا التخلص منه عن طريق اختطاف ديلان لهذا السبب ألقى باران بنفسه في الموقف ردا على هذا الموقف يذكر ديلان أنه كارابي قبلة لا تنسى من باران إلى ديلان يعمل ديلان وباران معا ويحاولان الهروب على الرغم من أنهم يبدون هواة بعض الشيء إلا أنهم تمكنوا من الهروب الزوجان اللذان يقضيان الليلة معا سوف يدفئ قلوبنا في هذه الحالة وقع حسن وفراط أيضا في الأوهام مرة أخرى بدأوا على الفور بلعب لعبة الآغة وقاموا بمحاولات جديدة لإنهاء باران أزادوا أصيب بنوبة قلبية مرة أخرى من ناحية أخرى تبنت سفر الفتاة التي التقت بها في المطعم واعتنت بها على الفور عندما تصبح سفري وعائلتها قريبين ومترابطين قد تظهر عائلة الطفل هل تم إطلاق النار على باران وفي المشهد المثير سمع صوت إطلاق نار قوي نعتقد الآن أنه إذا أصيب ديلان بهذه الدرجة فقد حان دور باران من الآن فصاعدا سنراقب الأقسام التي سيتسلل إليها الأعداء والآن سنرى ما إذا كانت الجهود الرامية لإنهاء باران ستستمر عبر ديلان مرة أخرى يبدو أن باران لديه نقطة ضعف لديلان هل سيوجه الرجال ذو العيون الواسعة السهام نحو ديلان الحلقة القادمة هي أزمة عيد ميلادي جهانة في كل مسلسل هناك دائما رجل مر بحدث سيء في عيد ميلاده ولم يحتفل به وامرأة تموت من أجل الاحتفال هنا أيضا يفكر ديلان في الاحتفال بعيد ميلادي جهان علاوة على ذلك فإن حقيقة أنه يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما تجعل ديلان متحمسا على الأرجح فقد باران وجهان أمهاتهما في هذا التاريخ ولهذا السبب لا يحتفلون البعض منا يتعامل مع الواقع وليس الأحلام أي باران أنت متوتر للغاية مرة أخرى يسأل ديلان بلطف عن أحلامك وينظر إلى الإجابة التي يحصل عليها هناك توتر برج الجدي على باران قدمت هذه الحلقة موضوع الأسبوع المقبل سنرى معا ما ستحققه الاتفاقيات المبرمة لقد عنينا مرة أخرى من الضربات التي تلقاها ديلان دعونا نأمل أن تكون هذه هي النهاية يعود باران ويجد ديلان على الأرض وبالطبع يشعر بالقلق عندما يراه مصابا في رأسه أظهرت نبرة صوته عندما قال أنه سيأخذ ديلان إلى المستشفى على الفور أنه كان خائفا للغاية القصر سيكون في مشكلة هذا الأسبوع يقول فرات أخبر باران ديلان دائما أنه سيكون بجانبه ويحميه